السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم التأطير بالقيم تعتبر مطلبا لدى الأفراد والجماعات في مختلف المجتمعات كما تعد رهانا تسعى إلى تحقيقه الدول والحكومات وحقا جوهريا تناضل من أجله المنظمات والهيئات الدولية النشيطة في مجال حقوق الإنسان ويتجلى هذا الحق الديني والإنساني في تمتع الأفراد والجماعات بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن أي قيبة نتحدث اليوم نكتشفها بعد قليل نرحب بضيفنا الكريم دكتور محمد درقاوي أستاذ تعليم العالي أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ شكرا مشاهدين الأعزاء وقبل أن نباشر الحديث عن قيمة اليوم ندعوكم لمتابعة المشهد التمثيلي الثالي يلا نزيد 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 أعطي 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 يدك سونتري سونتري يلا يلا زيد زيد جيبني أعطي 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 أ زيان برافو 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 يلا تنيري يلا أختيتو أعرف أعرف أشقري عدمتكم بها موفي زيان نود يبارو نود يجبق على هذا المرفوك يلا تحركي يلا يو ايه 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 وكما تتبعتم معنا فالمشهد يجسد صورة نمطية لحال أغلب الأسر داخل مجتمعنا والآباء بدورهم يكرسون هذا النوع من السلوك أستاذي الفاضل ما هو تعليقك على هذا الموقف بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين إذن فعلا هو موقف سلبي موقف سلبي ترفضه الطباع السليم خصوصا حين يتعلق الأمر بالمبادئ التي يجب أن تنشأها عليها الأسرة حين يتعلق الأمر بتنشأة ناشئة على مجموعة من القيم إذن كل القيم النبيلة ترفضه مثل هذه السلوك قيم الإنسانية تمجوا مثل هذه التصرفات إذن لا يمكن إلا أن نقول بأنه فعلا هو موقف سلبي بامتياز سنصحح بعض المغالطات إن شاء الله في تناير هذه الحلقة شكرا لك أستاذ إذن فقيمة اليوم هي قيمة المساواة وهي من أرقى وأنبل القيم الإنسانية التي دع الإسلام إلى تطبيقها والتمسك بها على اعتبارها مظهرا من مظاهر العدالة الاجتماعية حيث حارب جميع أشكال التمييز بين البشر سواء على أساس اللون أو الجنس أو الدين أو غير ذلك وأن الفرق بينهم لا يكمن إلا في العمل والأخلاق والتقوى وليس الذكرك الأنثى لكل منهما خصائصه ومميزاته هل بك تنتفي المساواة بينهما في الحقوق والواجبات من حيث التكليف والالتزام سؤالي لك أستاذي الفاضل مدنني بالمساواة نبل نعم إذن فعلا من المبادئ التي تقوم عليها شريعة الإسلام مبدأ المساواة بحيث أن الشريعة بنت كل العلاقات الإنسانية على أساس العدل فالناس متساوون لا تفاضل بينهم لا في الأحساب ولا في الأنساب إذن الله تبارك وتعالى كيقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر أنت وهو مؤمن الذكر والأنت ثم قال الله تبارك وتعالى في عدد من الآيات الكريمات يبين أن فقه المساواة فقه حاضر في قيمنا النبيل والاجتماعية والإنسانية الله عز وجل يقول أن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى نهاية الآية إذن خطاب الله للناس لا تمييز فيه خطاب الله للناس لا تفريقة فيه علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نزل في قوم أساس حياتهم التفاضل يتفاضلون بالمال ويتفاضلون بالجاه ويتفاضلون بالشرف بل كانوا يتفاضلون حتى باللون يتفاخرون بالآباء ويتفاخرون بالأمهات ويتفاخرون كذلك بالقبائل وكان الداعي إلى تقرير نظرية وقيمة المساواة هو رفع مستوى هذه الجماعة دفعهم نحو الرقي والتقدم لكن تبقى إشكالية المساواة كما سبقنا شفنا في المشهد كتبقى الإشكالية دي المساواة من بين الإشكالات الفكرية التي تناقش في كل العصور بناء على تطور الحياة الفكرية والقانونية عند الإنسان فإن الشريعة سعت إلى تنظيم حياة المكلفين وتوجيه تصرفاتهم حتى لا تخرج عن سنن الشرعي وعن هدي الفطرة وحتى لا تضيع كذلك قيمة المساواة بين من عمم بغير تقييد ومن قيد بغير تحقيق فعلا أستاذي الكريم حرس الإسلام على إقرار العديد من الحقوق والقيم الإنسانية وسعى إلى صونها وحمايتها لما لها من أدوار في تحقيق تلاحم المجتمعات وتعايشها بأمن وسلام وطمأنينة بعيدا عن كل أشكال الحقد والكرهية والعداء فكيف نؤصل أستاذي الكريم لهذه القيمة ومن أين نستمد مشروعيتها إذن فيه حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نقله عامر قال سمعت النعمان وهو علم منبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله كان قصدنا بالحديث هو اللي سيقول النبي عليه الصلاة والسلام الآن فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال الرجل لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال فراجع فرد عطيته هذا رواه البخاري إذن جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرة سواسية في العطاء وهذا يصحح ما ورد من مغالطات في المشهد الذي سبق أن تابعنا من أبرز القضايا التي أعطاها الإسلام اهتماما كبيرا مسألة المساواة في جوانبها المتعددة مساواة في القيم النبيلة المساواة أمام الشريعة المساواة أمام القضاء المساواة بين المسلمين وغيرهم فظهرت المساواة في أبرز صورها إذ يقرر الشارع الحكيم أن الناس سواسية في الحقوق والواجبات ولا فضل لأحدهم على الآخر إلا بالأعمال النافعة كيف علاقته بربه سبحانه وتعالى وكيف نفعه في المجتمع عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنوا آدم وآدموا من تراب احتعوا من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لعروة بن الزبير قالت له يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم يعني حين كان يقسم بينهن ما كان يفضل إحداهن على الأخرى وعنها رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك يقصد صلى الله عليه وسلم أعمال القلوب ثم أكد الإمام الشرازي بأن الأصل في الإسلام هو المساواة بين أفراد البشر المساواة بين أفراد البشر في الإنسانية وأن الناس جميعا خلقوا من نفس واحدة وأن الناس جميعا خلقوا من نفس واحدة وهذا يتؤكده كذلك حدد من مواقف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والذين هم امتداد لتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم في نشر هذه القيمة في المجتمع شكرا لك أستاذي الكريم وهذا مما لا يغفل عنه ديننا الحليف نصت الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية على مبدأ المساوات بين الأفراد في جميع الحقوق المدنية والسياسية دون أي تمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون لما يترتب عن ذلك من آثار متعددة المستويات فما هي منهجية عرض القرآن الكريم لهذه القيمة؟ نعم القرآن الكريم عرض قيمة المساوات بشكل فريد فنجد بأنه تناولها على أساس أنها قيمة لا تنقسم ولا يوجد لها أنواع القرآن الكريم نتكلم عن القيمة دين المساوات بأنه لا يوجد لها أنواع بل جعلها من أشرف نسب العلاقات بين الأشياء لأنها هي المثل بالحقيقة فإن كنتكلم عن المساوات المثل بالحقيقة أي أنها تجعل كلا الطرفين للآخر سواء الله تبارك وتعالى ما تذكرش لفظ المساوات في القرآن الكريم وإنما ذكر لفظ سواء لفظ سواء في القرآن الكريم ذكر على خمس معانين المعنى الأول بمعنى المعادلة والمماثلة قال الله تعالى سواء العاكف فيه والباد سواء هنا تعني المماثلة ثم ذكر كذلك بمعنى العدل في قوله عز وجل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم بمعنى العدل وذكر في المعنى الثالث بمعنى الوسط إن شجرة الزقوم طعام لثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خدوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم بمعنى وسط الجحيم ثم ذكر كذلك بمعنى الأمر البيين فإن تولوا فقلا ذنتكم على سواء وذكر كذلك بمعنى القصد ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وبه المساواة في القرآن الكريم هي الغاية التي تسعى العدالة إلى تحقيقها هي الغاية المرجوة منها لذلك جاء تعريف العدل أنه القصد اللازم للاستواء إذن هكذا تناول كتاب الله تبارك وتعالى قضية المساواة بهذه الأوجه المتفرعة والمتعددة أستاذ الفاضل شكرا لك نريد أن نعرف ونعرف أستاذ المشاهدين ما هي صور المساواة وما هي الفوائد التي تجنى منها يمكن أن نتحدث عن صور المساواة في النوع الأول والمعروف والمشروع ما استثنية لحكمة عقلية وكيقول أنك إن استثناءات ومقصد ذلك يعني مقصد هذه المساواة هو السلام العام فالجميع أمام شريعة الله سواء أما المفاضلة يقول فتكون سببا لكثير من مضايق العنف تكون سببا في كثير من مضايق العنف من فوائدها كذلك الشعور بالمساواة يقضي على الأحاسيس الدخيلة من فوائدها كذلك أن روح المساواة حين تنتشر في المجتمع يقضى على الغرور عند من يظن نفسه أنه فوق الناس إذن هذا الذي يمكن أن نقوله عن فوائد المساواة فعلا أستاذي الكريم الإسلام يقيم نظرته لعلاقة الناس فيما بينهم على أساس المساواة في غالب الجوانب والعدي فيما بقي فما هي أستاذي الفاضل المساواة الممكنة والمساواة المستحيلة نعم إذن هذا السؤال يعني يجب أن يجاب عنه بأنه لو أم كان تحقيق المساواة لو أم كان تحقيق المساواة في الحياة كلها لكان معجزة في تاريخ البشرية لكان ذلك معجزة في تاريخ البشرية لكن هذا السؤال من حيث المنطق والواقع غير مكبول ولا يتعجب ولا يتحجب متحجبون إن قلنا أن من المساواة ألا تكون المساواة كان أحد القاعدة يقولون فيها من القواعد عدم الطراض القواعد المساواة التامة بين البشر في كل شيء لا يترتب عليها حفظ المصارح الاجتماعية ولا يمكن أن يساوى المجتهد بالخمول ولا يمكن أن يساوى العامل ورب المعمل هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم رفع بعضنا على بعض في الدرجات المتأمل في القرآن الكريم سيجد بأنه يشرع القوانين الواقعية التي تجسد العلم الرباني المطلق هذا العلم له إحاطة بتحركات الإنسان في التاريخ والمجتمع حتى لا تقتل المواهب وحتى لا تضعف فالقدرات فانعدام المساواة يؤثر تأثيرا كبيرا على سلوك وأخلاق أفراد المجتمع وقد ألغى الإسلام كلما من شأنه أن يؤثر على هذه القيمة بقول ربنا سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر هذا التكريم حاصر لجميع البشر وجنس الإنسان عند الله تبارك وتعالى مكرم لكن هذا لا يعني أن يساوى السابقون بغيرهم وأن لا يساوى المجدون بغيرهم إذن فتبقى قيمة المساواة منضبطة بمجموعة من الضوابط فعلا أستاذي الكريم الإسهام في خلق مجتمعات متجانسة ومتضامنة ومتماسكة تتحقق في ظلها شروط الأمن والاستقرار والتعاون والعيش المشترك دون أي اعتبار للاختلافات الدينية والمنهجية والثقافية واللغوية والجنسية والعرقية فما هي الرسائل والتوجيهات التي يمكن أن تقدمها لأستاذ المشاهدين نعم إذن من الرسائل التي يمكن أن تمرر عبر هذه القيمة هو أن المساواة من أهم أولا من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية المساواة خاضعة لضوابط ومسددة وفق سنن العدل عدم الخروج عن أعظم سنة ربانية قصدها الخالق سبحانه وتعالى في حصول التمايز بين الناس وهذا الذي يترتب عليه مصالح يتكامل بهالناس ويخدم بعضهم بعضا لأن ذلك على أن الله تبارك وتعالى ما يزل بين الناس لأغراض ووفق ضوابط محددة ووفق معايير لابد من احترامها ثم من الرسائل كذلك الإسلام ساوى بين البشر جميعا من حيث القيمة الإنسانية إسلام ساوى بين البشر جميعا من حيث القيمة الإنسانية وجعلهم سواسية كأسنان المشط في أصل نشأتهم وتكوينهم المساواة في القيمة الإنسانية لا ينافي التفاضل المبنية على فعل الخيرات وإتقان الأعمال ونفع المجتمع لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أجدتم وأفدتم أستاذي الكريم إذن فالمساواة أرقاصفة وأنبل خلق وهي أبرز القيم الإنسانية التي تصون كرامة الإنسان وتحمي حقوقه وتحفظ للمجتمعات تلاحمها وتعاضدها وتعاونها وتعايشها بأمن وسلام وطمأنينة بعيدا عن كل أشكال الحقد والكراهية والتمييز والفرقة بين كل بني البشر وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم نشكر ضيفنا الكريم أستاذ محمد درقاوي على حضوره معنا ومناقشة قيمة اليوم شكرا لك أستاذي الفاضل شاهدين الأعزاء وصلنا إلى نهاية حلقتنا إلى هذا اليوم وعلى الوعد باللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله حتى ذلكم الحين دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته